معي الآن شاهد عيان من المنطقة وصل قبل قليل إلى مستشفى شهداء الأقصى شو اللي صار معكو في منطقة الصبرة؟ اللي صار معنا إنه خشي الجيش الاحتلال اللي صاريلي يعني حصرنا من أربع شجات والقصف فوق روسنا والشهداء يعني مرميين فيش أياته مستشفيات يصلون فيش أياته إشي من بغي إنه نخفف على المصابين المصابين مرميين في الشوارع يعني قدرنا اللي نسعرف ومسعرفهم واللي خلناه خلناه يعني اللي استشهدوا استشهدوا واللي ظلوا مصابين على السعف نام وجبتهم على مستشفى الأقصى المصابين اللي جبتهم من استهداف مدرسة الفلاح في الزتون أو في الصبرة؟ صحيح ها من مدرسة الفلاح مدرسة الفلاح استهدفوها بالمدفعية ولا بسلاح الجو؟ بالمدفعية والطيغان فرع حوالي مئة ومئتين شهيد في مدرسة الفلاح طب يحكي لنا إيش اللي صار بهاي المدرسة اللي صار كلنا يعني أنا نازح نزحت من بدأ لأي شيء أمان يعني قلوا جالوا المدرسة أمان روحنا عليها للمدرسة جعدنا عند جايبنا هيك جعدين جعدنا ما لجينا الجزيفة نازلة في نص ساحة المدرسة شردنا تأوينا في صفوف برضو بعد نص ساعة ما لجينا الصوخ زنانة بنزل بين النزحين وعيل يعني بعداد كبير بتقدرش أنك تقول والشهد المصابين كتار والشهد أكتار يعني ما في الشيئات أي شيء يقدر أنه يصل لهم يعني سيارة الإسعاف ما وصلت للمكان ولا الدفاع المدني ولا أي جهة ما وصلت للإسعافات يعني أنا في بيتي كنت أوي 8 طنفار مصابين يعني دلتنا معاهم من إمبارح الظهر لحتى الآن لما نجيت وصلت لمستشفى اللقص بيتك وين موجود؟ البيت في عزقولة في الصبر عزقولة أنت مبارح نزحت للمدرسة ولا متى؟ مبارح نزحت مع القصر في بيت عمي يعني نزحت أنت والمصابين اللي معك ولا صار الإصابات بالعيلة بعد النزوح؟ بعد النزوح في المدرسة في الاناروة يعني بيقولوا الاناروة الوكالة حماية فيش حماية في الاناروة يعني في مدرسة اوناروة؟ اوناروة مدرسة اوناروة يعني اوناروة بتعميك الوكالة ما فيش عماية في الوكالة تخلت عليه بالنسبة للمستشفيات في مدينة غزة شو واضحة ما حدا ما حدا قدر يصل للمستشفيين ينقل الإصابات يعني أنا مبيرح نجلت بنعمه مصاب حملته على هاي وهي الدم هنا حتى نجلت شفت الدبابة رجعت طخت عليها ورجعت إلى بيتي ظلت ناويهم لما قدرت الصبح قالوا بدنا نطلع على الجنوب جنوب غزة جيت على الجنوب غزة وجبتنا مع مستشفى الأقصى يعني أنا بنعمه حملته من منطقة الصبرة لعند واد غزة عظاهرة. وهو مصاب وهو مصاب هاي جوة يعني يبصر رجله وضلت ولا ما ضلتش مش عارب. أكام مصاب نجلته من حي الصبرة أنا نجلت من حي الصبرة ولد عمه تمانية وضله غير يمكن عشرات وقلوفات غير الشهدة وإصابات ما قدرناش يعني اللي ضل مات المصاب مات فيش حدا انتصل وتسعفه يعني جيش الاحتلال خش الصبعة مستشفى المعمداني. قبل فترة استهدفوه وقتلوا النازحين اللي فيه. والصبعة الساعة سبعة السبعة من أذان الله لساعة بما الناس بتفتع عينيها الساعة خمسة السبعة نزلت فيها منطقة الصبرة شاف يعني فوق الناس الناس تنزل عضوها الناس موجودة بالبيوت يعني في عدد كبير من العائلات موجودة حتى الآن في مدينة غزة. موجودة في البيوت مصابين مرميين يعني أنا سايب أولاد عمي قاربة فوق المئة وخمسين شهيد. حطنا لانفضار معابل الله يفرجها إيجا جيش الاحتلال المدفعية بعيدة عنها فوق المئة وخمسين متر صارت تخبط في الدور نزلت الدور علينا إيش بغم مفزع حدا بجيش لا يعرف إياته إيش بيعرف كيف كانت الطريق معك؟ الطريق حامل على على ما بيض وماشي الطريق يعني بتخوف كان الدبابات والطيران والطخ كان تحت رجلين وماشي وانا خياف ماشي وانا خياف يعني جاي هان وانا خياف مخاطرة حامل مصاب على كتف الزنب نحن يعني فيش في غزة مدينة غزة من حد ما حصروها الحرب ما فيش هيا تايش لا مستشفى تقويق لا مسعفات الكهربة قطعت من تاني يوم يعني الميا فيش أنا قعدت أنقل لأولاد عمي فوق التمن عيال على الكرة والأحمار بأحمار كنت أنقل واجيب من البير بير ورد قصفوا لي يا برضو قصفوا نزلوه يعني انت بتحكي عن مدينة غزة حطل حاليا دون أي مقومات للحياة الأساسية فيها مقومات حياة أساسية جزازة ميا فيش فيها ميا حلوة تشرب فيش فيها فيش بشرب ميا مال حالي ما حدا بيقدر يتحرك برى البيت فيش حدا بتقدرش تتحرك القزايف بتصيبك والاطلاق بتصيبك يعني ابصر الواحد بدو يحافظ حاله في البيت أنا آخر فترة صرت ألاقي الشارع أأمن من البيت الشارع والمدرسة لقيتهم المدرسة حتى ما لقيتاش أهمنا كمان صرت أنام أنا تحت الصجر تحت صجر الزتون كل شوية طلع صوت الزنان صوت الطيارة من خوف صاروخ يعني أنا قرايب كلهم ماتوا قدام عين ما فيش حدا ولا واحد طلع منه ما عايش اللغير 8 طنفار وياعلم الله وهي سبت وراي حوالي 150 شاهيد سبت أنت حكيت لي قبل شوي أنه كان عندك كذا بيت في مناطق مثلا مثلا منطقة المخابرات وكان عندك بيت في منطقة ثانية قبل الحارب أنا مرطين أنا نزحت من المخابرات إلى الصبر يعني بيتي بنت لبيت جديد ما فرحت إش عليه شهرين وجصفوا لي إياه وجيت على الصبر بيت الجديد برضو جصفوا لي إياه يعني بصرار جع أنا بقول بعوض الله بناشد المؤسسات الدولية والصليب الأحمر والوكالة هنا تجف مع شعب غزة يعني غزة محاصرة غزة فيش حدا بيصلى المستشفيات محاصرة الدبابات بوجفالك بتطخ عليك كيف بدك تطلع كيف بدك تنزل يعني أنا برح من الساعة أربعة الصباح حتى الآن ما نمتش ولا دقيقة يعني بسعب في ثمن مصابين وفيه اتنين سماتوا معايا في الطريق ماتوا في قلبي جدامي برك الدم بتنزف واحد برجله مبطورة إيش أعمل له مش عارف هنا طلعت بره الصبح إنه أطلع على المستشفى المعمدان أجيب السعاف لجدت الجيش الاحتلال واجب في الدبابات والطيارات بقصف في دورنا يعني حوالي فوق إحنا فوق الثمانين نفر في المنطقة قصفوا دورنا فوق روسنا سدنا للصباح المستشدوا واخدنا للصباح الحمد لله على سلامتك ربنا يعودكم يا رب شكرا جزيلا لإلى